بالبيان اللي صدر عن القوات العامة للقوات المسلحة فكرة ان نشوف على الشاشة بعد قليل بيان هام للقوات المسلحة شفناها في اوقات سابقة كنا عايزين نعرف ايه اللي حيكون موجود في البيان كان موجود فيه ارقام بيانات اعتقد ان هي مهمة جدا جدا بالنسبة للناس واحنا كمان بالمناسبة زعناها في فقرتنا الاخبارية دي رسالة طمأنة للمواطن المصري ان قواتك المسلحة الحمد لله في كافة المجالات بتعمل وبتعمل باحترافية شديدة لتوصيل الاطمئنان واجات حالة من عدم الاستقرار داخل الدولة المصرية البيان تضمن العديد من الاعداد زي ما حدرتك طرحت من خلال كمجهود للقوات المسلحة على كافة التجاهات الاستراتيجية يعني حجم العربات المضبوطة المحملة بالزخائر والاسلحة والمفرقعات والمضائع المهربة من كافة التجاهات الاستراتيجية على التجاهات الاستراتيجية الشمال الشرقي والغربي والجنوبي ايضا ده دلالة على ان هناك احكام سيطرة تم تاما على كافة التجاهات الاستراتيجية من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية وعناصر حرس الحدود دي لقطة مهمة اه فلازم نكون وعيين لحجم العربات دي مضبوط خير حضرك لا تصرب فكانت النتيجة تبقى وخيمة فعشان كده بنأكد ان الاحترافية في التنفيذ والقضاء على كل مقاومات الضغط على المواطن المصري واجده في حالة من القلق وعدم الاستقرار لا القوات المسلحة ناجزة ومحترفة وقادرة على مجابهة الارهاب ومجابهة داعمي وممولي خاصة ان هناك انظمة ودول واجهزة مخابرات تدعم هذا التوجه داخل الدولة المصرية لايجاد حالة من عدم الاستقرار فيها لتحقيق اهدافها وده مرصودة ومعروفة منذ امد فالموضوع مستهدف لتوابع وليه ابعاد الجزء الثاني 118 من المقبوض عليهم والقتل 118 قتيل من الانصر الارهابية دي ضربات تؤكد على ان احنا وصلنا يعني ضرب البنية تحتها للارهاب من خلال العناصر المفكرة والعناصر التي تؤدي او تنفذ الاعمال الارهابية